مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل توجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وكذلك التشاور والتنصيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة المشاركة بالقمة وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية تفاصيل أكتر عن قمة جدة للأمن والتنمية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها معانا في الستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو صباح الخير على حضرتك أهلا بيك يا فندم يعني من أكتر من شهرين فيتو كان فيه كلام عن زيارة رئيس جو بايدن رئيس الأمريكي للشرق الأوسط يعني شايف إزاي زيارة الرئيس الأمريكي بالفعل بعد ما تحققت وحدثت للمنطقة وما أبرز وأهم أهدفها فوجة نظرك يعني في الواقع إذا وضعنا عنوان لهذه الزيارة للرئيس الأمريكي هي تأتي في سياق عنوان الرئيسي وهو تعزيز أو ترميم العلاقات العربية الأمريكية لأن بالفعل هناك شرقات تقليدية شرقات قضية مقاوية بين أمريكا وبين دول المنطقة على رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات هي بتعكس أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين هناك تشابك في العلاقات على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي والأمني والعسكري هناك أيضا تحديات مشتركة وبالتالي التنصيق المستمر بين أمريكا كقوة كبرى في النظام الدولي وبين الدول العربية الإقليمية الباريزة مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها تمثل محور ارتكاز مهم في مواجهة التحديات في ظل تحولات مهمة تشهدها النظام الدولي لدى هناك تدعيات مهمة للأزمات العالمية ومن بالطبع منها على منطقة الشرق الأوسط والعالم كله تأثر وبالتالي هذه الرئيس الأمريكي جاء للمنطقة لها دلالات الدلالة الأولى أنه تأكيد الأهمية ومحورية منطقة الشرق الأوسط فيما يعرف به النظام الدولي الجديد الذي يتشكل بعد الحرب الروسية الأوكرانية والذي نعكس فيه ملفات مهمة مثل أمن الطاقة ومن الغزاء أيضا في التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم أيضا هو تأكيد على أهمية ومحورية دول مركزية مثل مصر والسعودية وأهمية التنصيق معها خاصة أن العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام يعني شهرت حالة من ربما التباعد أو الفطور خلال العام والنصف الماضية منذ وصول الرئيس بايدن يعني بسبب أن إدارة الأمريكية انسحبت جزئيا وليس كليا من منطقة لتركز على مناطق أخرى الصين وروسيا هناك أيضا كان هناك بعض التوظيف لبعض القضايا والملفات بما يتعارض حتى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وبما يعني يتناسب مع دور أمريكي كدور مهم في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هذه الزيارة تعني ارتداد أو استدارة أو تحول عن السياسات السابقة وعارت مرة أخرى مركزية الشرق الأوسط كمنطقة مهمة في أجندة السياسة الأمريكية حتى كما أشار الرئيس بايدن إلى أن أمريكا كانت انسحابها الجزئي ترك فراغ حاولت قوة أخرى ملقاهم مثل الصين وروسيا وبالتالي العودة هنا هدف الهدف الثاني هو التنصيق مع القوة المهمة البريزة مثل مصر والسعودية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عام ونص من تنصيبه وهنا نتساءل يا دكتور أحمد البعض يرى بأن هذه الزيارة قد تبدو متأخرة بعض الشيء ولكن يمكن في توضيح حضرتك دلوقتي أنت بتتكلم بتقول أنه نتيجة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية عن الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية أرادت استعادة التوازن مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الصراعات الحالية التي حدثت التطورات العالمية بالطبع هي زيارة مهمة لكن دعني نقول أو نشر نقطة مهمة يعني كنا شاهدنا خلال السابعة الماضية حركة مكسافة عربية قدتها مصر والرئيس السيسي فيما يعرف بدبلوماسية القمم العربية يعني رأينا عدد من القمم زيارة العد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر زيارة رئيس دولة قطر الأمير تميم لمصر أيضا كان هناك زيارة قمة المصرية العمانية أيضا مهمة كل هذا يعني عكس أهمية والتنصيق العربي لبلورة مواقف عربي وموحد للتعامل مع هذه القمة والتحضير لها جيدا بمعنى آخر أن اليوم القمة هي النتاج أو ترجمة لهذا التنصيق العربي الذي قمت به مصر في بلورة المواقف لتحديد بطالب كل طرف من الطرف الآخر يعني ماذا يريده الدول العربية من الرئيس بايدن اليوم وماذا يريده الرئيس بايدن من الدول العربية اليوم أعتقد أن هذا التنصيق العربي والقمم العربية التي قدتها مصر كان لها عامل مهم لأن أولا جعل الدول العربية وإذن كما نشاهد الآن على الهواء مباشرة حديث جانبي لسياد رئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية التي يشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ورئيس الوزراء العراقي وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط بعد عام ونص من توليه المسئولية بدأ هذه الزيارة كما نعلم بفلسطين ومن ثم وصل إلى جدة لهذه القمة كما شاهدنا أيضا الأمير محمد بن سلمان هو يستقبل الوفد المصري الذي سافر مع رئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات هذه القمة من المتوقع أن تكون هناك قمة أيضا مصرية أمريكية بعد هذه القمة التي ستوقد في جدة ويشارك فيها زي ما قلت لحضراتكم مجموعة من دول المجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وكذلك العراق حديث جانبية تجمع رئيس عبد الفتاح السيسي الآن مع سمو الأمير محمد بن سلمان طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك ما الذي تأملوا الولايات المتحدة من الدول العربية في ظل الأزمة خلينا نقول أزمة الطاقة وكان على رأس أولويات رئيس الأمريكي جو بايدن الأمن أو أمن الطاقة من هذه الزيارة يعني في الواقع أن أمن الطاقة العالمي أحد أبرز أهداف هذه الزيارة في ظل يعني مركزية أيضا وأهمية الدول الشرق الأوسط من النقل العربية السعودية والدول المنتجة للنفط خاصة أن السعودية كانت دائما ما يسمى عامل ضابط توازن لإقتصاد الطاقة أو أمن الطاقة العالمي لتوازن سوق النفط العالمية رأينا في حروب كثيرة وفي أزمات كثيرة لأن السعودية تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والدول البارزة في مرزمة أوبك وأعتقد أنه كان أحد تدعيات أو يعني الأزمة الأوكرونية الروسية هو ارتفاع سعار الطاقة عالميا حتى في أمريكا وارتفاع معدلات التضخم كل هذا دفع أمريكا إلى التشاور والتنصيق والتعاون مع المنطقة العربية السعودية لضبط أمن الطاقة وأعتقد أمس في البيانة المشترك يعني بين السعودية وبين أمريكا في عقاب القمة أو المحلسات التي يجرى الرئيس بايدن مع الملك سلمان ومع علي الأهد الأمير محمد بن سلمان على أن تعاون البلدين في أمن الطاقة في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية أعتقد أن أحد أهم هذه الأهداف لكن في أعتقد أن هناك جملة كثيرة من الأهداف التي يسعى الرئيس بايدن ويعني منها بالطبع هي ترميم العلاقات العربية الأمريكية وتأكيد التنصيق مع الدول المركزية مثل مصر لأن دولة مثل مصر ليها محورية ولا يمكن أبدا الحديث عن أمريكا تحقق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط دون أن تنصق مع مصر مع السعودية مع زي الدول لأن الشرق الأوسط الآن أصبح يعتبر رقم مهم في المعادلات الدولية هناك الآن صراع استراتيجي أكبر بين أمريكا من ناحية وروسيا وصي وبالتالي هنا المنطقة تبنت منهج الحياة الإيجابي الدول العربية لم تنحزل الطرف ضد الطرف الآخر ولكن هي تعزز مصالحها بما توافق مع مصالح الشعوب العربية وأيضا بما يعز المصلح العربية الكبرى لأن الدول العربية لديها شركات مع أمريكا أيضا مع الدول الأخرى وهذا التنوع فيه الشركات مهم جدا لمنطقة العربية وهذا ما دفع الرئيس بايدر حقيقة إلى عادة التركيز ومراجعة أهزية السياسة الأمريكية السابقة وتصحيح الأخطاء والاهتمام مرة أخرى بالشرق الأوسط والاجتماع مع القادة البرزين في المنطقة على رسول الرئيس السيسي وملك السعودية الملك سلمان إذن ما زلنا نتابع مشاهدينا هذا اللقاء والحديث الجانيبي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان وليه العهد السعودي حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للتول حضور هذه القمة قمة جدة للأمن والتنمية التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة أيضا إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الملفات ستكون حاضرة بقوة على جندة هذه القمة خاصة بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية لمشهد من جديد في الشرق الأوسط بعد كما قال ضفنا دكتور أحمد انسحاب واضح من الشرق الأوسط لكنها تعود مرة أخرى نتيجة التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية بالتأكيد القضية الفلسطينية ستكون على جدول أعمال هذه القمة بكل تأكيد يا دكتور أحمد القضية الفلسطينية ستأخذ جانب كبير من المناقشات خاصة أن الرئيس الأمريكي زار فلسطين والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ثم التقى بعدها بقادة من إسرائيل تفقد أيضا مستشفى في فلسطين وقال بأنه لابد أن يكون هناك دعم لقطاع الصحي والطبي في فلسطين يتجاوز المئة مليار أو مليون عفوا دولار تعهد بهم الرئيس الأمريكي جو بايدن كيف تتوقع أن تكون شكل المناقشات في هذا القضاء يعني بس دعني أستاذ شازلي قبل الجابل هذا السؤال أن نعلق على لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد المرحل بن سلمان هو بيعكس الحميمية في العلاقات حقيقة ويعكس أهمية ومحورية التنصيق للمصر السعودي دائما لأن هذا بيزيد من قوة الموقف العربي وقوة التفاوضية يعني عندما اجتمع العرب اليوم مع رئيس أكبر دولة في العالم مؤثرة في النظام الدولي هذا بيؤكد دائما على أن التنصيق أو القاطرة العربية التي تقودها مصر والسعودية والإمارات تمثل العمل المهم بما يعظم المصالح العربية والمواقف العربية وبما يدعم أيضا القضاء العربية ومنها بالطبع كما أنت أشرت القضية الفلسطينية أنا في اعتقادي أن الرئيس بايدن اليوم في كمته مع قادة الدول العربية وسيستمع لرسائل مهمة في إطار مكشفة وإطار مصراحة ماذا يروده العرب وأعتقد أن من أبرز هذه المطالب هو قضية القضاء الفلسطينية لأن مصر تعتبر دائما أن هذه القضية هي القضية المركزية للعربية أنها مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هل هناك تفاصيل لا يعرفها مثلا؟ هل هناك تفاصيل متعلقة بالقضية لا يعرفها الرئيس الأمريكي؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك مطالبة بدور أمريكا أكثر فعالية يعني بمعنى آخر أن الدور الأمريكي حتى الآن وكما ظهر حتى في الزيارة خلال الإسرائيل والأرض الفلسطينية اكتصرت فقط على الجانب الإنساني والاقتصادي بمعنى تقديم مساعدات للأونر والمستشفات الفلسطينية في القدس يعني الحديث عن إعارة العلاقات مرة أخرى والتواصل مع السلطة الفلسطينية لكن هناك قضية الرئيس بايدن قال أن حل الدولتين هو يعني لابد منه هو الحل الوحيد للعيش بسلام وتحقيق السلام لكنه في ذات الوقت قال أنه حلم بعيد المنال ولم يقدم حتى خرض الطريق وأعتقد أن الرسالة هي فكرة أن يكون لأمريكا أمريكا كراعي رسم العملية السلام وهي القادرة على الضغط على الجانب الإسرائيل الفكرة هنا أن التحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ينطلق من حل القضية الفلسطينية وفق المرجعات الدولية المعروفة دولة فلسطينية على حديث سبعة وستين على سمطة القدس الشرقي وهذا هو السبيل الوحيد الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بما فيها مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا بالطبع إلى المصالح العربية كما أنه يساعد في تهيئة بيئة التعاون الإقليمي وبين الشعوب والتكامل وأعتقد أن هذه هي رسالة مهمة والعرب بالفعل قداموا هذه الرسالة مرات عديدة في كمة بيروت المبادرة العربية للسلام ولذلك أعتقد أن هنا المصر دائما بتعتبر والرئيس سيسي أن هي القضية المركزية وأن الرئيس بايدن عليه أن يترجم خطابه ورغباته في حل الدولتين الدولة الفلسطينية بأن يكون هناك خطوات عملية يتم في القريب العاجل استيناف عملية السلام والمفاوضات بيعتبر أن هذه القضية ستحل بقطة المشكلات والقضايا في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هذه القمة هي قمة مهمة هناك أراء مطالب عربية وهذا سوزعت في ظل أحدث الموقف العربي التنصيق وهذا اللقاء بين الرئيس سيسي والأمير محمد بن سلمان هو يأتي في صياق الرؤية العربية التوفقية حول القضايا العربية سواء فيما يتعلق به الملفات المهمة في سوريا في اليمن في ليبيا القضايا الفلسطينية أو فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية ولا يتهدد المنطقة أو فيما يتعلق بالتحديات المختلفة كل هذا حقيقة بيعكس دائما أن العلم العربي الآن أصبح رقم فاعل في تحولات نظام الدولي نشهد مرحلة مهمة نظام أحد القضبية إلى تعددية دولية هذا الشرق الأوسط لم يعد كان في الصابق مفعول به أو ساحة لها التنافس الآن هو الذي يقود المبادرة يعني مستمرين كلام أكثر عن قمة جدة للأمن والتنمية لكن هنوح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم بعد الفاصل خليكم معنا نسا مكملين مع حضراتكم كلامنا عن قمة جدة للأمن والتنمية اللي بيحضرها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنا بنتكلم مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبيل العلاقات الدولية والمتخص في الشأن العربي بمركز الأهرام عن العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام ورجوع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى الشرق الأوسط البعض يقول بأن هدف هذه الزيارة أو من ضمن أهدفها هو إنشاء نيتو دولي جديد على الرغم من أن مصر ترفض هذا الأمر رفضا تاما فكرة الدخول في حلف عسكري دولي وأن فيه اتفاقية الدفاع عربي مشترك ممكن مصر تعدامت عليها أو أي دولة توجه أي مخاطر في الجيش المصري موجود صحيح أستاذ شازلي لأن هذه الفكرة ليست جديدة هي ترحت من قابل مرات عديدة وفي كل مرة تقابل برفض عربي ورفض مصري انطلاقا من أمرين الأمر الأول أن الدول العربية قادرة على مواجهة تحديدات بنفسها يعني هناك تعاون عربي وتنصيق عربي وفكرة الكوى العربية المشتركة وهناك معادة دفاع عربي مشتركة وأن الدول العربية والجيوش المصري بيشوا في مصر من أقوى الجيوش العالمية وأنها قادرة على مواجهة كل أشكال التحديات والرئيس السيسي كما ذكرى مرارا أن أمن الخليج هو جزء من أمن القوم المصري أنه خط أحمر وبالتالي دول العربية بإمكانتها قادرة على مواجهة هذه التهديدات الأمر الثاني أن الدول العربية منها مصر دائما ترفض فكرة الاستقطابات والمحاور لأنها تؤدي إلى ارتفاع منصوب التوتر في المنطقة الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى أزمات جديدة هذه المنطقة عانت من ويلات ومن حروب ومن صراعات ومن إرهاب وأزمات داخلية أعقدتها عن التنمية وبالتالي تسخين المنطقة أو إنشاءة حلفات عسكرية أو نشوب صراع مسلح جديد في المنطقة الذي سيدفع تمنه بالأساس هو منطقة الشرق الأوسط ولذلك هذه الفكرة أو أحد يعني كما طرحت الصحافة الأمريكية أنه أحد أهداف الزيارة إنشاء نية الشرق أوسطية ضمن دول عربية وبضافة إلى دول الإقليمية من إسرائيل لمواجهة تهديدات معينة أعتقد أن دائما الموقف واضح وأن دائما الدول العربية هي مع استقرار المنطقة هي مع التعاون بين الدول المختلفة هي متحقق التنمية وليست في حاجة إلى صراعات أو حروب أو هيكل الأمنية الجديدة. دكتور أحمد هل اختلفت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط؟ نحن عندنا زيارات لرؤساء أمريكيين حوالي 8 زيارات سابقين إلى منطقة الشرق الأوسط هل اختلفت السياسة؟ والاختلاف هنا على مستويين اختلاف الأول على مستوى الأمريكا وعلى مستوى الشرق الأوسط يعني هذه الزيارة بايدن مختلفة عن سياسات السابقة في العام ونصف كان هناك انسحاب من المنطقة كان يكون من الفطور مع الدول العربية كان هناك نوع من عدم إدراك الشراكة الحقيقية والمصالح القوية لتربط أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط على العقود مع السعودية على سبيل المثال أكثر من 8 عقود مع مصر منذ عام 79 أكثر من 5 عقود والأمر الثاني الاختلاف على الشرق الأوسط الشرق الأوسط هذه المرة مختلف يعني الرئيس بايدن يأتي للمنطقة وهو شرق الأوسط مختلف بالفعل أولا دول المنطقة المركزية مصر السعودية الإمارات دول قوية اقتصاديا دول قوية سياسيا لديها توازن فيها العلاقات والشراكات مع القوى الكبرى في النظام الدولي وهناك تنوع وهذا التنوع المهم جدا يعظم المصالح العربية لم تعود أمريكا هي الفاعل المؤثر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط هناك فاعلين آخرين وهذا يستفيد منه منطقة العربية فكرة الاستفادة والتعاون مع كل القوى الكبرى اقتصاديا سياسيا استراضيا بما يعظم مصالح المنطقة بما يدفع ويدعم القضايا العربية وبالتالي هذا الاختلاف مهم وهنا أهمية هذه الزيارة أمريكا تأتي للمنطقة وهي في حاجة لمنطقة الشرق الأوسط يعني أكثر مما يحتاج الشرق الأوسط والمنطقة لأمريكا لأن أمريكا الآن لديها تحديات كثيرة تحديات اقتصادية تحديات عالمية لديها سراع استراتيجي كبير مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا أيضا وبالتالي المنطقة تمثل مهمة باعتبرها منطقة جو سياسية منطقة اقتصاديا مهمة في أبنى الطاقة في ملفات عديدة وبالتالي أنا أتوقع في البيان الختامي أو ما تنفقكم هو التأكيد على شراكة وقوة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية المركزية مثل مصر والسعودية والإمارات التعاون فيما بينهم تحقيق الاستقرار الإقليمي لأن لا يمكن الحديث عن أي استقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم دون التنصيق والتعاون مع دول مثل مصر والسعودية أعتقد أيضا أن الرئيس بايدن سيعود بانطباعات مختلفة في ظل سماعه للرؤى العربية والمواقف العربية بضرورة حل القضايا الفلسطينية بضرورة التعامل مع التحديات الأخرى الإرهاب أن يكون هناك شراكة حقية بين الجانبين حاليا أكلم مع حديك على تحديات أخرى يمكن حابين نعرف لو هيتم التطرق ليه ملفه مهم هو ملف تهددات إيران يعني أمريكا وإيران على شفاء أن يتوصلوا إلى اتفاق نووي البعض يقول آه البعض يقول لا فحابين نعرف من حضرتك لو هيتم التطرق لهذه التهددات التي تمس الشرق الأوسط أنا في اعتقادي أن هناك تهددات بالفعل من جانب قوة أكلمية مثل إيران وهي تهددات على عدة مستويات ليس فقط السعي اللي يمتلك سلاح نووي أو برنامج نووي يؤدي لانتشار النووي في المنطقة ولكن هناك أيضا يعني هناك بعض الجماعات التي تهدد الاستقرار في المنطقة تهدد دولة الوطنية هناك أنشطة مزعزة على الاستقرار وأعتقد أن الدول العربية أكدت كثيرا أيضا أنه من المهم يكون هناك توقف عن هذه التدخلات الإقليمية في شؤون المنطقة يعني يكون هناك تعاون حتى على المستوى الاقتصادي لصالح شعوب المنطقة وأن يكون هذا في التعاون والسلام لأن الصراع والتوتر والحروب لن يفيد أي طرف وبالتالي لكن الحديث عن يعني إقحام أو إدخال المنطقة العربية في أي مواجهة بين أمريكا وإيران طبعا ليس في المصلحة العربية وأعتقد أنه أيضا يعني ابتعد تماما على المواقف العربية لأن الدول العربية دائما تميدتها بالسلام بالاستقرار مع القوى القبرى مع القوى الإقليمية والفكرة هنا أن كلما كان المنطقة مستقرة سياسيا وهناك يعني علاقات شراكة واحترام متبادل وعدم تدخل في شؤون الداخلية هذا سنعكس على التنمية في المنطقة لصالح كل الأطراف بكل تأكيد وحضرتك بتتكلم عن رؤى الدول العربية اللي فيها توافق كبير خلال الفترة الماضية تجاه مختلف القضايا اللي موجودة على الساحة فيه توافق كبير جدا ما بين الدول العربية بالتأكيد ده بينعكس على القضايا وبينعكس كمان أثناء عقد قمة مثل هذه القمة على هامش هذه القمة كمان يا دكتور أحمد هيكون فيه لقاءات وقمة ثنائية تجمع الرئيس عبد الفتح سيسي بعدد من القادة الموجودين المشاركين في هذا القمة صحيح يعني من أبرزهم القاءة الثنائية مع الرئيس بايدن وهذا بيعكس أيضا إدراك أمريكا باهمية مصر كمنطقة دولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط ونحن نعرف أن العلاقات المصريات الأمريكية علاقات شراكة السرطية بالفعل يعني حتى في كل الفترات حتى التي أصابها بعد الفطور هناك تعاون مستمر على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني على المستوى السياسي مصر كقوة إقليمية أمريكا كقوة كبرى في النظام الدولي من مصلحة البلدين استمرار وتعزيز هذا التعاون والتنصيق في مجاة تحديات المختلفة في مجاة الإرهاب في التعاون في ملفات مثل الأزمة في ليبيا في سوريا هناك مهم وبالتالي هذه اللقاءات السنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن أو مع عدد من الرؤساء العرب يتأتي في السيق دائما فكرة التنصيق العربي لأن هذا التنصيق هو مستمر مهمة معدولة العربية القمة المصرية البحرانية الأردنية زيرات العمان استقبالها وليل العهد السعودي لأمير قطر وكل هذه وأيضا القمة التعاون الرباعي السلاسي المصري العراقي الأردني كلها بتعكس حقيقتها أن مصر الآن تمثل يعني هي تقود فكرة التعاون العربي فكرة وجود نظام عربي قوي منطقة عربية مستقرة تسير على مسارين مسار التعاون الاقتصادي والتنمية مع الدول العربية وشراكات مع الدول الكبرى ومنها أمريكا بما يعزم المصالح الداخلية والاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري وهذه النقطة المهمة لأن هذه الدولة المسايا في نهاية المطاف لها مردودات مردودات على الداخل لأن العلاقات السياسية القوية ستنعاكس علاقات الاقتصادية الجيدة وبالتالي ينعاكس على التنمية في الداخل التكنولوجيا مجالات مختلفة الطاقة النظيفة خاصة أن مع اقتراب قيمة المناخ هناك تعاون مصر كبير وأعتقد أن هذا سيحتل حيز من لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس بايدر عظيم كل شكر لك يا فاند مشرفتنا ونوعتنا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في أشياءنا العربي بمركز الأهرام شكرا جزيلا لك شكرا فاند شكرا